يتحقق أحد أحلام سكان نيويورك بعد طول انتظار مع افتتاح ثلاث محطات جديدة لقيطارات الأنفاق في الأول من كانون الثاني يناير في إطار فكرة مطروحة منذ حوال قرن لتوسيع شبكة المترو في المدينة وهي من بين الأكثر اقتضاضا في العالم في اتجاه شرق مانهاتن ولم تتوقف حركة الركاب عن التوسع خلال السنوات الأخيرة وعلى رغم تسجيل مستويات أدنى من معدلات الاستخدام لقيطارات الأنفاق في مدون توكيو وبكين وسيول الأسيوية الكبرى أحصت شبكة قطارات الأنفاق في نيويورك مع محطاتها البالغ عددها 422 والتي تعمل على مدار الساعة ما يقرب من مليار وثمانمائة مليون رحلة خلال العام 2015 وهو رقم قياسي منذ العام 1948 متقدم بالتالي على باري ولندن وثمت مرحلة ثانية مرتقبة لتوسيع الشبكة إلى الشمال حتى هارلم مع تخصيص ميزانية قدرها 6 مليارات دولار إضافية لكن نظرا إلى التأخير المتراكم للمشروع لم يعد أحد يجرؤ على الإعلان عن تواريخ لانتهاء الأعمال في هذا الخط ترجمة نانسي قنقر